وزيرة الطاقة تؤكد على ضرورة تعزيز امدادات الغاز غير الروسية انخفاض طلبات اللجوء ولم الشمل في النمسا بشكل ملحوظ شباب حزب الحرية يتقدمون بشكوى ضد قانون اللجوء إلى المحكمة الدستورية العثور على جثة امرأة شبه عارية في نهر بالنمسا السفلة استمرار ارتفاع اسعار المواد الغذائية الرخيصة منذ عام 2021 استطلاع يكشف انخفاضا حادا في الرضا عن نظام الرعاية الصحية مرحبا بكم مشاهدين في نشرة الاخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم اكدت وزيرة الطاقة والمناخ في النمسا ليونر جيفسلر على ضرورة تعزيز امدادات الغاز الطبيعي غير الروسي بشكل عاجل لضمان امن الطاقة واوضحت ان الوزارة تدرس خطة الحكومة لانهاء الاعتماد على الغاز الروسي مع استمرار تدفقه حاليا دون قيود وحثت جيفسلر الموردين على تنويع مصادر الغاز والتعاون مع دول اخرى مشيرة الى ان مرافق التخزين ممتلئة بنسبة 77% وخيارات الاستيراد البديلة متاحة عبر المانيا وايطاليا كما اكدت اتخاذ تدابير للتعامل مع اي فشل محتمل في التسليم اظهرت ارقام وزارة الداخلية النمساوية خفاضا ملحوظا في طلبات اللجوء عبر لم الشمل حيث تم تقديم 811 طلبا في ابريل اي اقل ب1374 طلبا مقارنة بشهر يناير واقل من متوسط الطلبات الشهرية للعام السابق البالغ 1169 طلبا ايشكل الاطفال دون سن السابع الفئة الاكبر من المتقدمين والنساء نحو 45% من الطلبات وفي الربع الاول من العام تم تقديم 9173 طلب لجوء بانخفاض 33% عن نفس الفترة من عام 2023 منهم 4840 قصر فيما تظل الجنسية السورية الاكثر طلبا ب5671 طلبا تليها الافغانية ب933 طلبا قدم شباب حزب الحرية النمساوي شكوى ضد قانون اللجوء الى المحكمة الدستورية مدعين وجود بنود غير دستورية تنتهك حقوق الاطفال والشباب وذكروا ان التدفق غير المنضبط ادى الى العنف والكرهية والارهاب وان مئات حالات العنف حصلت من قبل المهاجرين وكان معظم الضحايا نمساويين وغالبا اطفالا وشباب واستندت الشكوى الى واجبات الدولة في حماية الاطفال كما هو منصوص عليه في الدستور ومثاق الحقوق الاساسية للاتحاد الاوروبي واتفاقية حقوق الانسان مؤكدين على الصلة بين العنف والهجرة عثرت شرطة فينر نوشتاد بن نمسا السفل على جثة امرأة شبه عارية في نهر شوارزا ولا تزال هويتها مجهولة وقال المتحدث باسم النيابة ايريش هايبتسل انه لا يمكن استبعاد حدوث جريمة وسيتم اجراء تشريح للجثة لاحقا واكتشف المارة الجثة حوالي الساعة الرابعة وعشرون دقيقة مساء على ضفة النهر وكانت المرأة ترتدي حمالة الصدر فقط وبسبب الانطار الغزيرة وارتفاع منسوب المياه لم يتضح ما اذا كانت المرأة قد جرفت الى النهر وسيكشف التحقيق سبب الوفاة وما اذا كان هناك جريمة كشفت دراسة لغرفة العمل النمساوية اكا انه على الرغم من انخفاض اسعار المواد الغذائية الا انها لا تزال الاسعار مرتفعة بنسبة 43% منذ سبتمبر عام 2021 وفقا للتقرير انخفضت اسعار ارخص المواد الغذائية بنسبة 3.3% مقارنة بالعام الماضي في مارس لكنها لا تزال مرتفعة واظهرت الدراسة على سبعة متاجر في فيينا ارتفاع اسعار المنتجات الفردية بشكل كبير حيث ارتفعت اسعار البطاطا بنسبة 103% والمعكرونة بنسبة 90% والدقيق بنسبة 88% وارتفع سعر 13 منتجا بنسبة تصل الى 27% بينما انخفضت اسعار 23 منتجا بنسبة تصل الى 29% اظهر استطلاع حديث من المنتدى النمساوي للصحة اها اف انخفاضا كبيرا في الرضا عن نظام الرعاية الصحية في النمسا منذ مايو 2020 حيث كان الراضين جدا بنسبة 37% وانخفضت هذه النسبة الى 9% هذا العام ونسبة الراضين عن الرعاية الصحية الى 57% واشتكى 65% من تدهور الجودة واشار 50% الى صعوبة الحصول على مواعيد طبية واعتبر 32% من المشاركين ان النظام صعب الفهم حيث ذكر 11% انهم لا يعرفون الى اين يتوجهون في حالة وجود مشاكل طبية كانت هذه نشرتنا مشاهدين لهذا اليوم لا تنسوا تحميل تطبيق انفوغرات على هواتفكم كنت معكم انا قتيب اللحام امسيا سعيدة وإلى اللقاء